شركة شاومي أعلنت عن موبايل اقتصاد جديد والموبايل دوت بيجي بمواصفات كويسة جدا وصاد الفئة السعرية اللي بيجي بيها يعني يعتبر من أرخص الموبايلات وهو شاومي ريدمي 12C فعايزك تركز معايا عشان تعرف كل التفاصيل بس قبل ما أبدأ عايز أطلب منكم طلب أنا بقدم محتوى سياسي إخباري على يوتيوب وانقص لتمومة ساعة وأحقق شروطه ولكن يعني فاضل شهر واحد وانتوا عارفين شروطه اليوتيوب 4000 ساعة في سنة فنفسي يعني تساعدوني إن نحققها قبل شهر واحد ما يخلص وانا سألوكم اللينك بتاعها في وصف الفيديو وانا متأكد إن في حد منكم هيساعدني نحقق الشروط داية لكن بطريقة عادلة نرجع لموضوع الحلقة أول حاجة نبدأ بيها هي الخامات الضهر بتاع الموبايل دوت من البلاستيك مع فريم من البلاستيك وبيدعم تركيب شرحتنا التصال مع دعم شباكات الـ 4G وبيجيب وزن 192 جرام وبنسبة لصوت الموبايل الخارجي فبيجي قوحة دي وبيدعم منفذ 3.5 والبصمة بتيجي في ظهر الموبايل أما بقى بالنسبة للشاشة فبيجي من نوع IPS بمساحة 76 من 10 بوصة مع نسبة استحواز 82% وبدوقة 720 وبكسفة بيكسلات 268 بيكسل لكل بوصة وبتيجي بقوة وضوقة بتوصل لـ 500 شمعة أما بقى بالنسبة للرام والزاقرة فالموبايل بيجيب 3 نسخ الأولى 64 جيجا مع 4 جيجا رام والتانية 128 جيجا مع 4 جيجا رام والتالتة 128 جيجا مع 6 جيجا رام من نوع EMMC 5.1 وبيدعم تركيب مامر كارت في منفذ خاص بي أما بقى بالنسبة للسوفتوير والمعالج فالموبايل دوت بيجي من نزام تشغيل أندرويد 12 مع وجهة MIUI 13 مع معالج هليو جي 85 بمعمارية 12 نانو وبتردد 2 جيجا هيرتز ومع معالج رسومي ميلي جي 52 وبنسبة ليعني أداء المعالج ده فده يعني معالج كويس أصد الفئة السعرية اللي بيجي بيها هو أداءه مش هيكون قد كده بس في نفس الوقت أداءه هيعجبك في الألعاب أما بقى بالنسبة للكاميرات فالموبايل بيجي باتنين كاميرا خلفية الأولى بدقة 50 ميجا بيكسل والكاميرا التانية بدقة 0.08 ميجا بيكسل ودية كاميرا للعمق وبيجي معهم فلاش LED وبيدعم تقنية HDR ويقدر يصور فيديو بدقة full HD بسرعة 30 فريم وبالنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 5 ميجا بيكسل أما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 5 ميجا بيكسل وتقدر تصور فيديو بدقة full HD بسرعة 30 فريم أما بقى بالنسبة لبقى تقنيات فالموبايل ده بدعم الواي فاي والبلتوز من إصدار 5.1 ومعهم كمان الجي بي اس والراديو اف ام لكن مفهوش ان اف سين أما بقى بالنسبة للبطارية فهي كويسة وبتيجي بسعة 5.000 ميلي أمبير لكن سراعة الشحن اللي بيجي بيها للأسف بطيقة جدا جدا واللي هي 10 واط وبالنسبة للألوان فبيجي بلون الأسود والأزرق والنعناعي والبنفسجي أما بقى بالنسبة لسعر الموبايل فالموبايل ده بدعمت عنه بالسعر 120 دولار يعني حوالي 3000 جنيه مصري و450 ريال سعودي وطبعا بقى الأسعار تلاه في وصف الفيديو علشان يعني الفيديو مطول شا قطر من كده وبنسبة الراعي في الموبايل فانا شاف هنا موبايل كويس وصدفة السعرية لكن مش الجامد قوي ولا تستمر على فترة طويلة ولا حتى ينفع للشباب اللي من دول لكن تعرف تماشي بيه حالك لفترة معينة وبنسبة يعني الناس القبار مناش في الجيمينج ولا قعد على الموبايل الكتير يبقى مناسب جدا لهم ويلا قفى كده عليك وسلام